بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم الشيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم وفي علمكم وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر رسائل النصية والويتساب فقط 05-017-855-36 على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ سعد يسأل عن شرح الآيات في سورة الحج يقول لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أنه شرع لكل أمة النسيكة وهي الأضحية التي تذبح لأجل الله سبحانه وتعالى عبادة لله عز وجل والله جل وعلا ذكر في قوله تعالى فصلي لربك وانحر فقرن النحر مع الصلاة قرنه مع الصلاة وكما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالنسك هو الذبح الذبح لوجه الله عز وجل عبادة لله عز وجل أحسن الله ليكم أيضا في قوله نفس الآية يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يسأل عن ذلك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا في وصف المؤمنين أن من صفات المؤمنين أنهم يخافون الله عز وجل عند ذكره فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم خوفا من الله عز وجل وهذا دليل على صدقهم في عبادة الله عز وجل نعم أحسن الله ليكم هذا الأخ عبد الله يقول معالي الشيخ صالح أو التوضيح لهذه المسألة المسلم يعبد الله تعالى ويفعل الطاعات غايته رضا الله وجنته لكن المسلم لا يدخل الجنة بعمله وإنما يدخل الجنة برحمة الله أرجو بيان المسألة نعم المسألة كما بينتها في سؤالك أن المؤمن يرجو رحمة الله ولا يعتمد على عبادته لله لأنه ربما لا تقبل العبادة فهو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عبادته وتقربه إليه حتى يفوز برضاه وثوابه نعم أحسن الله إليكم هذا السائل آخر يقول أود من معالي الشيخ تفسير أول سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقى والناشطات نشطى الآية النازعات نزع الأرواح عند قبل الروح فإن المؤمن تنزع روحه نزعا بسرعة والناشطات نشطى كذلك مراد به أنها تنزع روح المؤمن بسرعة بخلاف غير المؤمن فإن روحه تتفرق في جسده إذا أراد الملائكة يقبضوها تفرقت في بدنه والعياذ بالله فيجمعونها من سائر بدنه ويتعلم بذلك ألما شديدا ثم إذا جمعوها قبضها ملك الموت منهم الموكل بقبض الأرواح نعم والسابحات سبحة يا شيخ السابحات سبحة مراد بها النجوم الله أعلم التي تسبح في الفضاء نعم أحسن الله عليكم أن تقلل سائل آخر يسأل عن حديث الذي رواه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواه البخاري ومسلم نعم هذا فيه بيان صفة المنافق والعياذ بالله المنافق الخالص الذي إذا اجتمعت فيه كان منافقا خالصا ليس معه إيمان وإذا انفردت واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر والعياذ بالله نعم سؤال الآخر أيضا هذا السائل علي من اليمن يقول في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري نعم هذا فيه فضل الصبر عند المصائب ولسيما عند فقد الأولاد فإن فقد الأولاد وموت الأولاد مصيبة عظيمة على الآباء والله جل وعلا يختبرهم بذلك اختبرهم بقبض أرواح أولادهم الذين هم أحب شيء إليهم من الخلق اختبرهم فإذا صبروا واحتسبوا فإن الله يعظم أجورهم كما قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم أحسن الله ليكم أبو شالي من مكة المكرمة يقول ما هي صفة صلاة الكشوف وما هو فضل صلاة الكشوف صلاة الكشوف عند كشوف الشمس أو خشوف القمر فإنهم يصلونها فإنهم يصلونها ركعتين بأربع ركوعات أو بست ركوعات يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن وهكذا هذه صلاة الكشوف وهي فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وإن تركوها كلهم آثموا نعم أحسن الله ليكم تركي من الخرج يقول ويسأل كيف نوفق بين حديث إن هذا الدين متين وحديث الدين يسر لا تعارض بينهما فهو يسر من حيث الفعل يسره الله سبحانه وتعالى وخففه على المؤمنين وهو متين في ذاته متين في ذاته يعني ليس دين الخفيف وإنما هو دين قوي ودين متين نعم أحسن الله ليكم أبو أحمد من الرياض يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه قصلها قطعت أو قطعت نعم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فصلة الأرحام واجبة صلة الأرحام واجبة ولهم حق على قريبهم فيجب أن يصلهم بأنواع الصلة والمسلم للمسلم كالبنيان شد بعضه بعضا شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم فهذه صفة المؤمنين وهم يتحابون في الله إنما المؤمنون إخوة فهم يتحابون في الله ويتزورون في الله ويتواصلون في الله فيما بينهم نعم بارك الله فيكم معل الشيخ هذا أم عبدالصمت تقول هل لي الحق في الدعاء على من ظلمني من الأقارب؟ لك الحق في الدعاء على من ظلمك ولكن الصبر أحسن الصبر وعدم الدعاء على الظالم أحسن لأنك إذا دعوت عليه أخذت حقك وإذا لم تدعي عليه إلا إن حقه يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى أحمد من العراق يقول كنت عاق لوالدي رحمهم الله لوالدي رحمهم الله والآن تبت إلى الله لكن بعد فوات الوقت توفي الوالدين والله إني الآن نادم ماذا أعمل يا شيخ ونصيحة للجميع للبر بالوالدين وحسن طاعتهم نعم تدعو لهما تكثر الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وأيضا تصل القرابة التي تربطك بهم بالوالدين وتتصدق عنهما وتحج تعتمر عنهما الأعمال التي تدخلها النيابة نعم أيضا له سؤال آخر يقول هل المال المرصوص في البنك المرصود في البنك للإدخار وليس للمتاجرة هل فيه زكاة وإذا كنت لم أزكي من قديم جدا فماذا أفعل نعم فيه زكاة لأنه مالك سواء بالبنك أو عندك فتجب فيه الزكاة عند تمام الحول وإذا كنت لم تزكي لعدة أعوام فإنه يجب عليك أن تحصي الزكاة عن هذه الأعوام وأن تخرجها للمستحقين لأنها دين في ذمتك نعم أحسن الله إليكم أبو شعيد من الخرج يقول نذرت نذر قديم بأن إذا تحقق المطلوب بأن أذبح خمس عشرة ذبيحة ولله الحمد تحقق بعد فترة طويلة ثم أعطيت مبلغ إلى الأخ إلى أخ بنغلاديشي على أن يذبح النذر في بلده والتوزيع على الناس وتم ذلك هل يعتبر وفيت بالنذر؟ نعم مادم توكلت مسلما في أن يوفي بهذا النذر نيابة عنك وذبحت الذبايح وعطيتها للفقراء والمساكين فإن هذا وفاء بالنذر والحمد لله نعم أحسن الله عليكم وبرك الله فيكم هذا السائل أبو عمر من الرياض يقول نرغب توجيه من الشيخ الصالح حول من يعضل بناته عن الزواج ومن الشباب الأكفى وذلك بسبب أمور ديني دنيوية لا يجوز للولي أن يعضل موليته من النساء إذا خطبها كفء ورضيت به فلا يجوز له أن يعضلها طمعا في مرتبها فإذا عضلها فلا الحق أن تراجع القاضي ليفسخ ولايته إلى غيره من الأقارب ولا تنحبس المرأة عن الزواج لما عليها من الضرر في ذلك نعم أحسن الله عليكم وأثابكم الله يسأل أيضا حفظكم الله سالم محمد من أبهى يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم ما فائدة هذا الحديث فائدته التحذير نعم فائدته التحذير من هذه الخصلة الذميمة في أن المسلم يواصل يصل رحمه وإن قطعت به فإنه يصل يصل من قطعه ولأن هذا حق واجب عليه فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نعم أحسن الله عليكم بدر محمد من الدمام يقول أود معالي الشيخ تفسير معنا قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده نعم في هذه السورة يتوعد الله بالويل للهمزة الذي يهمز الناس احتقارا لهم ويغمزهم بأن يتكلم في في يعني أعراضهم بالغيبة والنميمة هذا همزة لمزة همزة إذا مر به إذا مر به أخوه المسلم فإنه يشير بيده إلى تحقيره يشير بيده إلى تحقيره ولومزة يعني يلمزه يلمزه ويتنقصه نعم أحسن الله عليكم هذا السائل آخر يسأل يقول ما هو مفهوم الآية هو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كيف يكون الاعتصام وكيف يكون التفرق اعتصام هو التمسك بحبل الله وهو الإسلام حبل الله هو الإسلام اعتصموا بحبل الله أي بالإسلام جميعا المسلمون يجتمعون جميعا بموجب دينهم ويتناصرون على الحق ويؤدون حقوق إخوانهم المسلمون إخوانهم المسلمين تصموا بحبل الله جميعا يعني مجتمعين ولا تفرقوا لأن ضد الاعتصام بحبل الله التفرق نعم بارك الله فيكم مبارك أبو البراء يسأل ويقول ما معنى قول الحق تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون نعم الله جل وعلا يمكر بمن يمكر به والمكر هو إيصال الضرر إلى المخلوق إلى العبد بطريقة لا يشعر بها بطريقة لا يشعر بها هذا هو المعنى لهذه الآية نعم أحسن الله عليكم أبو سعيد يقول ابني عليه ديون وهل يجوز لي أن أعطي ابني المدين من هذه الزكاة التي عندي وتسقط عنه وتسقط عني الزكاة لا ما يجوز هذا ما تجوز زكاة الولد لوالده ولا الوالد لوالده ولا تجزي إنما تعطيه من مالك لا من الزكاة إذا كان محتاجا يجب عليك أن تسد حاجته من مالك لا من الزكاة لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين نعم يقول كنت مسافر وصليت جمع وقصرا الظهر والعصر على الطريق وصلت إلى المنزل وقت صلاة العصر هل أصلي العصر مرة أخرى لا صليتها ما دام صليتها وأنت مسافر وقصرتها فإنها أجزأت إن شاء الله نعم سؤاله الآخر يقول ما هي الأسباب المؤدية لاستجابة الدعاء حضور القلب عند الدعاء وعظم الرجاء بالقبول من الله سبحانه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب يقول صلى الله عليه وسلم أدعو الله وأنتم موقنون في الإجابة فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول جدتي كبيرة في السن ولا تعرف شيء ولها مبلغ مالي عندي هل يصح لأمي صرفها في بناء مسجد لا يحفظ مالها يوكل وكيل يحفظ مالها ويخرج الزكاة منه كل سنة وينميه إلى أمكان فإذا ماتت ماتت فإنه يكون تركة للورثة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في رمضان الماضي كنت أصلي العشر الأواخر مع الحرم وكأني مع الإمام بسبب النقل المباشر ونفسي أزور الحرم هل فعلي صحيح؟ لا ماهو صحيح لا تصلي مع الإمام وأنت بعيد عنه وبينك وبينه مسافات اعتمادا على المذياء هذا لا يصح ولا يجوز نعم أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول زوجي عنده بعض الأخطاء والمعاصي الكبيرة حقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها وعمري الآن أنا ستين سنة دائما بيني وبينه مشاكل وكثير التلفظ بالطلاق والحلف بالطلاق تم مناصحته ولكن لم يستجب لذلك هل يجوز لي أن أطلب الطلاق منه أن تذكر في أنه يطلق فهذا يحتاج إلى أن تسألوا القاضي أو المفتي في بلدكم عن ذلك نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يسأل حفظكم الله هل يصح للولي الأب إجبار البنت على الزواج وذلك لمصلحتها إذا كانت صغيرة فلا بأس أن يجبرها على ما فيه مصلحتها أما إذا كانت وقد بلغت وهي تعقل فإنه لا يزوجها إلا بإذنها إلا بإذنها لا تنكح المرأة حتى تستأمر البكر تستأذن وإذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثيب فإنها تصرح وتقول لي رغبة في هذا أو ليس لي رغبة تصرح عن رأيها نعم أحسن الله إليكم هذا يقول أصيب أخي بمرض الجلطة في رمضان ما قبل الماضي ولا زال في غيبوبة في المشفى ما الحكم في أشهر الصيام التي لم يستطع صيامها إذا كان زال عقله فلا الصيام عليه إذا كان زال عقله وليس عنده فكر فليس عليه الصيام نعم أحسن الله مبارك الله فيكم هذا يسأل أحسن الله عن هل يجوز القصر قبل ثمانين كيلو متر خارج المدينة لا يجوز القصر دون ثمانين لأن الثمانين مسيرة يومين للراحلة مسيرة يومين للراحلة هذه مسافة القصر إذا كان دون الثمانين فلا يقصر نعم يقول بارك الله فيكم هل يصح لي وضع المصحف على الأرض عند سجود التلاوة لا لا تضعه على الأرض ضعه على حامله أو على فخذك نعم وهل لي أن أمد قدمي أمام حامل المصاحف لا يكره هذا يكره مد الرجلين إلى المصاحف نعم سؤال إلا إذا كانت المصاحف مرتفعة الحامل رفيع فلا بس نعم سؤال الأخير يقول هل يجوز المداومة على الذهاب إلى مساجد الجنائز في كل وقت أم يكتفى مرة في اليوم يكفي مرة واحدة يصلي على جنازة في اليوم هذا بركة خير نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا حفظكم الله يقول ما المقصود بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا قسم من الله جل وعلا بالعصر الذي هو الدهر والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم إلا بشيء له أهمية فالعصر له أهمية هو الزمان لما فيه من لما فيه من العبادات القولية والفعلية فالزمان مبارك لمن حفظه في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم استثنى الله جل وعلا من هذه الخسارة استثنى الله جل وعلا عمم الإنسان إن الإنسان يعني جميع الناس في خسارة إلا من إلا من اتصف بأربع صفات في هذه السورة آمنوا هذه واحدة وعملوا الصالحات هذه الثانية وتواصوا بالحق هذه الثالثة وتواصوا بالصبر نعم أحسن الله هذه الأخت فاطمة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم تسأل وتقول توفيت أختي بعمر خمسة عشرة سنة هل يجوز لي الحج عنها وهل يجب علي ذلك الوجوب لا يجب علي كذلك وأما أنك تحجين عنها لأنها بلغت تحجين عنها حجة الإسلام هذا شيء طيب وهذا من صلة الرحم نعم إسماعيل شاويش يقول كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلي لهما مع صلاتك يعني تدعو لهما مع دعائك وتتصدق عنهما وتحج وتعتمر عنهما كل الأعمال التي تدخلها النيابة فإنها تقبل عن من فعلت له نعم أيضا الأخ إسماعيل عنده سؤال آخر يقول عندي أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة مقعد سؤالي هل عليه شيء في الصلاة والصيام والحج وهل يحج عنه ما في شك مدام معه عقله فإنه تجب عليه أركان الإسلام الخمسة ما دمعه عقله تجب عليه أركان الإسلام الخمسة ولو كان مقعدا يصلي وهو قاعد لا بس فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نعم بارك الله فيكم أبو ثامر من الأحساء يقول بعض الناس يقول أنه يجوز لمن كان فاسقا أو عاصيا أنه في آخر حياته يعلن التوبة وقد إذا توفي فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة ما صحة هذه المقولة إذا كان عاصيا معصيا دون الكفر دون الشرك وتاب إلى الله قبل نزع الروح قبل نزع الروح قبل سكرات الموت فإن الله يتقبل توبته إن الله كما في الحديث إن الله يقبل توبة الحبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الغرغرة بالموت نعم نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يسأل ويقول ما الفرق بين بر الوالد والوالدة لا فرق بينهما كلاهما لكن بر الوالدة أكثر أكثر أكدية لأنها حملت وأرضعت و كفلت رضيعها في حجرها وحملته وحملته فهي أكثر حقا على ولدها الوالدة لها أربعة حقوق والوالد له حق واحد نعم نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج يقول السائل هناك بعض الرجال كثير الحلف بالطلاق فما هو توجيهك لهم لا يجوز لهم ذلك قد يعيشون مع نساء محرمات عليهم بالطلاق عليهم أن يحفظوا سنتهم من الطلاق حتى بالمزح المزح يقع الطلاق ولو كان مازحا لأن جدهن جد نعم بارك الله فيكم وهزلهن جد نعم بارك الله فيكم واثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم ومتعكم الله بالصحة أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء جزى الله الشيخ خير للجزاء ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه إنه سميع مجيب الدعاء نلقاكم على خير بإذن الله في لقاء مقبل نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته